السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعملين ايه يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال اخوات الغالين من داخل مصر ومن خلاج مصر كل سنة تبقى الف خير وصحة وسعادة يا رب العالمين ورمضان كريم علينا وعليكم بالخير والبركة والسعادة ان شاء الله النهاردة بقى كده فيديو النهاردة نعمل فيه الفراخ المشوية على الفحم وكمان رجزة البسمة بقى بطريقة جميلة جدا واتبعوا الطريق دي ان شاء الله تعجبكم وكمان سلطة التحينة برضو عملها في البيت معاكم وعملتها قبل كده وقادي بقى الحاجات بقى لزوم الشيء كده جنب المشويات بقى الشفسي او المخالي والحاجات دي برضو اهيت ويلا كده بس قبل من نبدأ اللهم صلي وسلم وزد وبركة على سيدنا محمد وعلى قليل وصحبه وسلم ما شاء الله كان وما لم يكن وما توفيقي الا بالله هنا بقى بورر لكم الفراخ بقى جملة ومستوية اهيت ويلا كده بقى نشوف عملنا ايه تتبليك جميلة دي الفراخ دي ازاي ودتني بقى الطعم الجميل وكمان اه خطوة كده بخطوة ونشوف هنعمل ايه اول حاجة طبعا اه هنا بتبل الفراخ اه حضرت بقى ده وقت من بعد السحور على طول قلت بقى اشتغل فيها وتبلها عشان لما اجيش فيها تبقى اجهز معي معنا هنا اول حاجة البهارات معي برد ملح وفلفل اسود ويبهارات فراخ اه حبان مطحون وورق لوري مطحون وكمان اه نص معي صغيرة من الكمون معي بصل وطماطم وفلفل وكمان هنا زبادي ومستردة وصياسوس وطبعا هنا اول حاجة كده في الخلاط هنضرب بقى البصل مع الطماطم مع الفلفل مع الزبادي ده اول حاجة كده خالص اه في الخلاط كده معا بعد طبعا فرمتهم نعم جدا عشان كده بقى مش محتاجة نحن نصفيهم بعد كده بقى حطت عليهم التوابل ملح وفلفل اسود وكمون وورق لوري مطحون وحبان مطحون وكمان بهارات الفراخ المشوي بعد كده بقى جبت المستردة وهحط برضو على طبعا المستردة تبقى العلبة مليانة هوا فلازم بقى ان احنا نطلع كده الهو الأول وبعد كده بقى بتنزل المسترد حطت برضو هنا صياسوس وحطت هنا برضو معلقة خل وبعصر لمون وحط الزيت وتبقى بقى كده معا احلى تدبيلة للفراخ المشوية لو اتبعتيها هتبقى جملة جدا ودت نبقى الطعم الجميل بس اهم حاجة انت تتبلي الفراخ تكون مدة كافية ان العشير الفراخ تتشرب منها وتبقى كده مدة اطول لكن لو هتتتبليها وتعملها على طول طبعا الفراخ مش لاحق تتشرب منها التدبيلة ومش تديك الطعم المطلوب لك اهم حاجة في المشاوي او اي حاجة بتعمليها ان انت تتبلي الحاجة وتاخد وقتها يعني قل حاجة ساعتين الى اربع ساعات ممكن بقى تزودي طبعا نبقى منها من الصحور يعني بعد الصحور كده استحرنا وقلت بقى كنت بقى غسل الفراخ وحطها زي ما انتم شايفين كده بقى في المصف عشان بقى تصفي اي حاجة طبعا بقى غسل الفراخ يعني كويس جدا بملح ولمون ودقيق وبعد كده آآ شلتها بقى عشان تصفي بقى اي حاجة تكون فيها واشتغلت بقى فيها زي ما انتم شايفين كده دي عشان بقى تتشرب التدبيلة وتبقى آآ يعني دي بقى تديك بقى الطعم الجميل كده لما تتشرب بالتدبيلة وتبقى آآ مدة اطول يعني آآ شايفين بقى يعني من الصحور لحد طبعا نشويها آآ في ازان العصر يعني بعد العصر كده من نص ساعة آآ فقلت بقى اخد وقت بدري عشان يبقى الحاجة كده مخلصة من بدري آآ شوف بقى كم ساعة يعني اكتر من ثمان ساعات آآ فطبعا دي بقى وكانت طبعا في التلاجة يعني مش هستيبها برا التلاجة في التلاجة فبقى كان طعمها جميل ده طبعا بقى طلعتها هو ده آآ العصر يعني زي بقيت لكم من الصحور لحد العصر وانت بقى روحت وولعت الفحم هوت في البلكونة وهحط بقى الشبكة لانها شو عليها طبعا جبت مروحة عشان آآ يعني تشغل كده الفحم وتخلي الفحم مولع على طول ما انت فيش وهحط بقى الفراغ كده هده بقى صدمة كده الاول من ناحيتين على الفحم يبكون يعني سخن وبعد كده هقلب بقى كل شوية من ناحية دي خمس دقايق وناحية التانية خمس دقايق وبعد كده بقى جبت هنا حطت ورق زبدة ورق فيلد عشان بقى سبها كده تستوى تأكد انها استوى وبعد كده بقى دخلت المطبخ عشان اعمل ما اعمل الرزل البسماتي الرزل البسماتي ليه اكتر من طريقة بس الطريقة ديت يعني مش عايزة اقول لكم طريقة جميلة جدا اول حاجة بشوح البصلة آآ وحط معاها ورق لوري وحبهين عودين آآ يعني حبيتين حبهين ويعود قرفة آآ شوح تبقى كده معي هنا بقى طموط ومفلفل برضو هدى هدى بقى كله كده تشويحة مع بعض طبعا الطريقة ديت يعني ما اعتمدها آآ وبعد كده بقى قدل الجزر برضو مبشور هحط بقى عليها طبعا هنا غسل الرزل طبعا الرزل بتبقى عشان تحط بقى الرزل اللي بقى تشوحي يعني مش تقعد بقى تتقلب في كتير عشان ما تكسرش منك حطت هنا بقى الاول الملح والكركم دي كده التوابل اللي نحتاجها وممكن الرشة بستها خالص من الفلفل الأسول ولو انت بقى هتسئل الرزل لبسمتي شربة ما تحطوش بقى في الفصل وبقى بقى في الشربة الحاجات دي اعلم بقى المكونات دي كلها مع بعض بقى مش عايزة اقول لكم كانت رحيتها عامل ازاي وبعد كده بقى هنزل بالرز طبعا هنا غسلت الرز يعني مش بسيبه آآ يعني خمس دقيقة كده بس على ما حضر البصل للحاجات دي وبعد كده بقى جاهز معي مش بسيبه في المية ولا بنقعه في المية خالص بس اخسله وبعد كده على ما حضر بقى الحاجات بتاعة الرز يعني البصل والحاجة وبعد كده تبقى معي جاهز هنا طبعا تبقى المية داع في الرز يعني لو عملت كبايتين رز هتحطي آآ اربع كبيات مية زبطت بقى الملح بتاعها وستبت بقى الرز على البتجاز ودخلت بقى البلاكولين تانية عشان اقبست على الفراخ المشوية طبعا هنا شلت بقى ورق الفويل عشان هي كده خلاص دخل على سوة ده ما تلقى حطت لورق الفويل عشان ما تاخدش لون من بره وتبقى نية من جو وزي ما انت شايفين بقى حجم الفراخ يعني كانت كبيرة فقالت بقى ايه آآ اشيلها كده عشان آآ يعني احط على ورق الفويل عشان تبقى مستوية وتأكد ان هي استوت تمام شايفين هنا برضو اهيت قادل يعني بوريكو برضو اهوت ما فيش اي حاجة خالص فيها مستوية وجاملة اهيت هنا خلاص بقى كده كنت اخدتها بقى ودخلت جوة وقادي هنعمل بقى سلطة الطحينة بحط هنا الكمية اللي انت عايزها من الطحينة وبعد كده كوبات مية كده تكون من حنفية جنبك تعود بقى كده ايه آآ تقلبي آآ الطحينة مع المي تخفي فيها يعني واحدة واحدة مش تحط المي عليها مرة واحدة وبعد كده لما تلاها بقى قومها بقى مزبوط تحط بقى عليها ازدبادي هقلت بقى ازدبادي مع الطحينة طبعا ترقيتها جميلة جدا برضو وبتعجبني وبدور يعني بعمل حاجة والطريقة المعتمدة او الطريقة اللي بتعجبني هي بتبقى الطريقة المعتمدة لنا بقى بمشي معاكم بها على طوب هحط بقى هنا هزبط الملح بتاعها حط ملح وكمون ومعلقة ازيت معلقة خل بس كده طبعا لو انت لو انت بقى عايزة تزودها عليها فاصطهم بس بصراحة انا مش بفضل الطوم مع صلاة الطحينة يعني دي بقى داوت كل واحد زي ما انت عايزة هي بس اللمون والزيت والخلة والملح والكمون دي بس الطريقة المعتمدة عندي لصلاة الطحينة وبعد كده اي دي بقى الفراخية اتدخلتها هيا طبعا اتنا برضو بوريكو اني مفهاش اي حاجة خلص ومستوية هيا ويقايدي برضو قرز البسمتي مش عايز اقولك بقى طريقته جميل جدا وهنا بقى كنت عملت المكسرات اهية تشوحتها يعني الزبيب بنقعوا قبلها بعشر دقايق وبعد كده بقى شوح السوداني وبعد في معلقة سمنة او معلقة الزبدة وبعد كده بنزل عليها بالزبيب وبحطها بقى على وش الرجدة كده زي ما انتم شايفين وقايدي بقى الاكل اللي هوت النهاردة فراخة المشوية ورشة البسمتي وصلت الطحينة ويا رب في قاديو نهاردة كده يكون عجبكم ونردوكم احلى واغلى اخوات من داخل مصر ومن خارج مصر كل سنوان تبقى الف خير وصحة وسعادة وهنا يا رب العالمين تمتم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته